هكنا نشوف اول اشي موضوع الدراسة والعمل واذا فيه سفر للناس اللي عم بيستنوا السفر لبرج العذراء اساسا انتم مسافرين مش الكل طبعا البعض ما رح تنطبق القراءة على الكل كلية منعرف وبنكررها دايما القراءة ممكن تكون عكسية ازا كان في عندك طاقات صلبية بالنسبة للشغل عم بتفكر كتير بانك تترك شغلك وكأنه مش عم تشتغل بتخصصك او بالشغل اللي انت بتحبها لكن لك فترة طويلة وانت متمسك فيها لعدم وجود فرص تانية ولكن عم بشوفك بتتخذ قرار بانفعال اما تستقيل رايح لشغل جديد ممكن يكون فيه تغيير معين فيه موضوع الشغل عم بشوفك مسيطر على الامور وكأنه الشغل ما عم يعطيك المكان اللي انت بدك اياها او ما عم تكون كتير سعيد لكن بالشغل الجديد فيه بشاير حلوة عن شغل جديد ممكن تكون سعيد فيه او شغل اضافي حتى ممكن حتى تكون يعني بشغلك القديم بنفس الوقت عم بتتشتغل او بتفكر بمشروع اضافي او دخل اضافي وعم بتكون ناجح في هاي الخطوة للناس اللي عم يدرسوا عم بشوفك كتير مبسوط في النهاية من بعد تعب وجهد لكن الحظ كان معك يلعب دور كبير شايف ورق يعني فيه طاقة كتير حلوة فيه خبرية فيه شغلة رح تصير للناس اللي بتدرسوا حتى للناس اللي بشتغلوا رح تكون عم تكون حلوة كتير عم تيجي من برج ناري بالنسبة للطاقات اكترها ابراج نارية ومائية وايضا هوائية لكن الاكتر عم بتكون والله عم بيكونوا متساويين بس الاقوى اكتر اشي ممكن تكون المائية عم بلعب دور كبير في موضوعك في الشغل او في الدراسة خلينا نشوف للسفر للناس اللي بستنوا سفر ممكن او تغيير مسكن تغيير مكان تغيير اللي هو تغيير فيه المكان عم بشوفك بتتعب كتير في هذا الموضوع ولكن ما حدا عم يعرف عم تشتغل بتكتم على موضوع السفر للناس اللي بدهم يسافروا وعم بتكون المادة هي الاساس اللي عم بتحرككم يعني السبب هو المادة الفلوس اللي عم بيخليكم اتفكروا في السفر او في تغيير المكان عم بيكون فيه امل كبير وكأنه فيه ناس عم يعطيك امل في موضوع السفر لكن هل يحصل بشهر؟ والله فيه تأخير شوي في موضوع السفر لكن انت عم بتشتغل عليه وفيه اشخاص كمان معك عم يشتغلوا على نفس الموضوع لصالحك عم بيشوفك بالنهاية مسافر لكن فيه شهر ايلول فيه لا فيه شهر تممز قصدي رح يكون فيه انتظار شوي لموضوع السفر لكن فيه اكتر من شخص عم وكأنك ثلاث اشخاص رح تسافروا مع بعض او بنفس الفترات اما اصدقاء او بالعائلة وممكن تكون لوحدك مسافر ففيه فرصة انه تكون بداية بشائر بالموضوع لكن اكون صادقة معاكم ما فيه سفر خلال شهر سبعة ولكن عم بترتبوا للموضوع خلينا نشوف للعزاب اذا في عندهم فرصة للارتباط استنيتوا برج السرطان لبعض منكم استنى كتير ما ضل الا الاليل عم بكون في عندي ورقة امل كبير او شي عم تسمعوا عم بفرحكم الصديقات يمكن تجيكم فرصة من خلال الاصدقاء مثلا انها تحكي او يحكي واحد من الاصدقاء اليك عن عن شخص بدير طبط فيك او عم تلعب عم يلعب دور الاصدقاء في الموضوع او المعارف ممكن ممكن هذا الشخص يكون جديد ما هتعرفه من قبل عم تجمعكم صدفة او من هذا النوع عم بشوف بشاير خير واشياء حلوة كتير من بعد انتظار في اكتر من فرصة ممكن تبين بالشهر تموز اه لكن انت رح تستقر على شخص واحد خلاص رح يدخل مخط من اول مرة وهو رح يكون المشاعر متبادلة بناتكم فورق حلو للعزاف خلينا نشوف المتزوجين والمرتبطين اول شي متزوجين خلينا نشوف من برج السرطان كيف الوضع بناتهم في شوية مشاحنات اللي هي بناتكم ما عم يدخل حدا تاني ما في علاقة اه ثلاثية او كانت في الماضي وفي طريقها الى الزوال انت او الطرف الثاني القراءة ممكن تكون عكسية لكن اللي هي مشاحنات مش مش كبيرة الطرف الثاني عم بيخطط لموضوع مش ضدك بس في طرف الثاني ما عم يكون مبسوط لهاي العلاقة انها تستمر عم بيحاول يحاول في تخريب الموضوع لكن ما اظن انها علاقة ثلاثية للمتزوجين بالنسبة للمرتبطين اللي مش متزوجين كانت عندك رغبة في الابتعاد عن الشخص اللي انت معه هناك خلاصتك كل شي وتمشي ما عبدك هاي العلاقة لكن سرعان ما بتتغير بالنسبة للازواج نسيت في فرصة للحمل لكن مش فرصة كبيرة ممكن انت تكون عم تشتغل على هذا الموضوع او عم تستنى عم تروح على الدكتور او دكاترا لكن ما في انا ما عم بشوف مانع للحمل في احتمال لكن مش كتير قوي للبعض منكم بنرجع للمرتبطين اللي مش متزوجين عم بشوف العلاقة بتروح بالطريق الصحيح عم بتحاولوا توزنوا الامور وتفكروا اكتر بنمو العلاقة خاصة الطرف الثاني رح كتير يفكر من ناحية مادية ومن ناحية عاطفية ومن ناحية علشان يصفي كل الامور ويصير هذا الارتباط اذا في فرصة كبيرة للارتباط وممكن يكون في رفاهية بعد الارتباط وممكن تعيش برفاهية معينة بين عندي انه في فلوس بالموضوع وكأنه في وفرة مالية عم بتكون بعد الزواج من طرفك او من طرف الشريك خلينا نشوف للمنفصلين اللي نسيتهم تعباني لها فترة ما عم يطلعون من طاقة الزعل والتعب خلينا نشوف اكتر شي للمنفصلين ايش مستنيهم عم يشوفك انت كثير متوازن غير لما اول ما انفصلت يعني فيه فيه نوع من التوازن وكأنك انجحت في انك تطلع من الطاقة السلبية اللي كانت متواجدة عندك كنت تفكر بايجابية نحو الانفصال وكأنك كنت تتخيل الامور وهي شغلة كتير حلوة تتخيل الامور السلبية وكأنها ايجابية كنت عم بتتبنى الفكر الايجابي اكتر تطلع على حسنات الموضوع اكتر من سيئاته كنت تتحارب كتير خلال العلاقة لكن فيما بعد صار فيه خلص بعت كل شي وانسيت كل شي وخلص نويت على بداية جديدة عم تتطلع لقدام وفيه يعني فيه خروج من تعب فيه تقدم خلينا نشوف الطرف الآخر كيف عم بيفكر والله الطرف الآخر جاي جاي وعم بيقدملك شغلة معنوية كتير ترفعلك من معنوياتك او تخليك تقبل في الرجوع هذا الشخص ممكن يكون اسمه بيبلش بحرف الاي ممكن مش يعني للبعض منكم بس فيه شوية اللي هي غموض راجع بغموض معين وكأنك انت شاكك فيه او هو شاكك فيك يعني رجوع رجوع اكيد فيه رجوع هو عم بيفكر بانفعالية انو انت كيف متنشه وكيف عايش حياتك وكيف وكأنك عم بتبين له او انت في الحقيقة الامر في الواقع انت عم تطلع من التفكير فيه ولكن هو عم بيفكر فيه بطريقة اه كتير حلوة عم بيكون فيه شغاف وحنين من اه طرفه طيب فيه رجوع ولا لا ممكن يكون فيه فرصة للرجوع اه لكن عم ببين عندي فيه طرف ثالث لكنه بعيد عن قلب الشريك وكأن الشريك بيقارن بناتكم بيشوفك انت اللي هو بحاجتك مش الشخص الثاني وكأنه لا يعني ما بيقدم له اشي هداك الطرف الثالث فعم يكون متشبث في التفكير اه فيك الطاقات عم بتكون شوي مائية ممكن برج اسد ممكن ممكن برج ناري عم بشوفه من بعد مكان اه لا اه لا اه اه وما عم يتخذ اه قرار معين اه خاص في اه علاقتكم عم بيفوت مفترق طرق ويقرر انه اه خلص يرجع لانه شايف هذا الكرت لمصلحتك لانت فممكن يكون فيه اه رجوع في شهر تموز من حاول اوه كمان يعني كان في القديم بفكر في البعد جديا اه لكن سرعان ما عرف اينتك وعم بيبين كمان هون ناري البرج او هوائي او ممكن برج سرطان او ممكن نيزان بس عم بشرفه يعني بيقاتل عشانك ممكن ما ما يقاتل اشخاص ممكن يقاتل صراع بينه وبين نفسه اه لكن الامور عم بتروح اه لصالحة عم بيصير اللي بدك اياه بالتفاصيل فيه شغلات انت كنت طالبها في العلاقة اه عم بتحسها اه عم تتحقق بالفترة اه الجاي واكن هالعلاقة رح تتزبط اه زي ما انت كنت اه ناويها لكن انت حكيم في هاي الفترة حتى بعد الرجوع رح تكون حكيم كتير فيه فرصة اذا للرجوع فرصة كبيرة لبرج اه العذراء اذا وهون بيين برضه ترابي البرج ممكن تكون بتتعامل اه معه كمان هو عم بيتحلى بالفترة الجاي بحكمه من بعد مكان اللي هو لعبي ومش عارف شو بده وصاعة اه ساعة لا عم بيكون كتير حكيم وعم يملك مفتاح قلبك هو انت متعلق فيه كتير هو متعلق فيك كتير وحتفوزه ببعض بالفترة الجاي ممكن تكون بالاسبوع الثاني او الثالث بس فيه رجوع وفيه انتصار كبير وكأنك عم تكسب قلبه بطريقة اللي هي ما كنت انت تتوقعها ابدا اه شايفيتك على مفترق طرق يعني على قرار مصيري اه لكن عم بيكون فيه سند اليك في هذا الموضوع وكأنك عم تستشير شخص عم بيكون عم يعطيك القوة لحتى تكمل في هاي العلاقة عم تستعد عم تكون مستعد للارتباط الرسمي او الطرف الاخر ممكن يكون اه هيك فيه وفرة مالية انا شايفيتها كمان لبرج اه العذراء رح تيجي عن طريق مثلا اه اشخاص هاي الوفرة ممكن تكون الاهل اهل الشريك اه رح نساعده كتير في الموضوع الى حتى تتم اه خطوة اه الارتباط اذا رجوع وفي فرصة كبيرة للارتباط للمنفصلين من برج العذراء خلينا نشوف نصائح اه الكون او الطاقة الكونية لبرج العذراء ان شاء الله نستفيد من هاي النصائح او على اقل يعني تقدير توجهنا في موضوع معين عم بيحكيلك انه بيكفيك تحمل مسؤوليات عم تتحمل مسؤوليات حتى المسؤوليات غيرك حتى لو كنت مع الشريك عم تتحمل مسؤوليات اكتر منه او تتبنى مسؤولياته بيحكيلك خف شوي يعني ما تاخد كل اشي اه او حتى على صعيد العمل ما ما تتخلي كل المهمات انه انت بدك بايدك تشتغلها شغل اللي عندك او حتى يعني الزملاء ممكن تستعين فيهم لحتى يساعدوك في هاي المواضيع انت مش كل اشي عليك يعني بدك تعمله لا تتحمل اكتر من طاقتك بيقولك اعطي حق لنفسك ارتاح شوي حتى ارتاح من التفكير لانه راح يجيبدلك نتائج كتير حلوة خلي طاقتك ايجابية فيه تقدم ببشرك فيه فيه قوة بالموضوع وكأنه القوة الداخلية بيحكيلك طلع القوة الكامنة الموجودة عندك في الداخل ارجع لنفسك شوي ما تلتهي بالتانيين او اعلم روحانياتك لحتى توصل لالطاقة اللي موجودة في داخلك استعين بنفسك وبالالهام اللي بيعطي ايا الكون والالهام اللي بيجي من رب العالمين نحاول نزيد من روحانياتنا لحتى نوصل لهاي المرحلة ونكون اكتر عنا بصيرة واكتر حكمة فهو بيحكيلك كون حكيم واعرف كيف تدير الامور لحتى تخفف عن نفسك بيحكيلك ما تدخل كمان في مشاجرات ما بتستفيد منها ابدا الا تضيع الوقت ولو انك تعمل حالك مش شايفها اطلع من هاي الطاقة اي مشاحنات في كانت في العلاقات العاطفية او في العمل شوف يعني تخيل حالك مش شايفة ما تشغيل حالك كثير في هاي الامور برضو نفس الوراء عم يتكرر بيحكيلك اذا استعنت بطاقتك الداخلية ممكن يصير في تغيير كبير من حولك اذا التغيير نابع من نفسك اذا انت ما غيرت اللي جواتك بيقولك صعب انه تحصل على نتائج او يصير تغيير اللي انت ناوي عليه فخلي طاقتك لايلك ما تعطيها للتانين وتفرقها بالتفكير بالاخرين يعني بحكيلك برضو نفسي الحكي انه إلجأ للروحنيات للتخاطر للامور هاي الروحانية وخاصة في الليل وكأنه بحكيلك صلي في الليل او قيام الليل وهيك الكروت اكتر اشي عم بتبين لبرج السرطان اذا برج ايجابي عم بتكون التوقعات لهاي اه الشهر لكن بنسبة ممكن سبعين بالمية اه في اشياء ما حتيجي كتير على زوقنا لكن في حظ بالموضوع وفي اشخاص عم بيساعدونا وفي رجوع للمنفصلين اه في بشاير اللي هي ارتباط للعزاب اشتركوا في القناة